السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلبة طالبات الصف الاول الثانوي ان شاء الله نبدأ النهاردة اولى حلقات المراجعات النهائية والسريعة زي ما عملنا في الفيزياء كده حلقات سريعة كده ومركزة لقدر امكان عشان ناخد اكبر قدر ممكن ونقدر نرفع الحلقات لانها بتاخد وقت في الرفع افكار مسائل حاجات كويسة في حاجات كتيرة ان شاء الله نبدأ نعملها في كل حلقة كده ومش هنطول في الحلقة عشان برضو ايه الرفع نبدأ ان شاء الله اول نعمل مسائل احسب كمية الحرارة المنطلقة عند تكوين اتنين وتمانية من عشر جرام من فلوريد الالمونيوم من اي مركب يجبهولي خلاص يبقى الوقت هنا اي مركب يجبهولي نبدأ نفهم بس اساس المسألة او اساسيات المسألة بديني دايما الكتلة المولية بتاعته لان في قانون هنحتاج عدد المولات عدد المولات دايما معروف من الترم الاول كتلة المادة او الكتلة الجرامية اللي اعطاهالي على الكتلة المولية اللي هي كتلة واحد مول يبقى نقسم دي على دي هنجيب عدد المولات خلاص عدد المولات هنضربها في دلتا اتش هتطلع لكيو بي اللي هو اعاوز يبقى طالب مني كيو بي يبقى نبص فكرة المسألة كده بسرعة. انا عندي هنا كيو بي. كيو بي الاساس بتاع المسألة هو. كيو بي بي ساوي ناقص دلتا اتش مضروبة في ان. مضروبة في ان. ده اساس القانون اللي نشتغل به. طبعا هو عاطيني حرارة التكوين. وعطيها اللي بشارة سالبة غير السالب اللي عندي هنا. طب اللي ناقصني هنا في المسألة ايه? عشان نفهم برضو اساسيات المسائل. عشان في ناس بتقول الكيميا صعبة. لا الكيميا جميلة جدا لما بتتفاهم. وهنشوف الكلام ده فيه الكيمياء النووية او التفاعلات النووية ان شاء الله. لان اساس شغل الكيميا فهمة برضو. يعني قليل ما هو ان احنا ممكن ايه? نحفظ بعض ايه? اه اعداد زرية او رموز او معادلات. خلينا في الموضوع. اولا انا عايز اجيب الان. الان هتساوي ايه? الان اللي عند دي عدد المولات. هتساوي ايه? كتلة جرامية او كتلة المادة العطالي على كتلته المولية. ده قانون? اه نركز على النهاردة. يبقى دي اسمها عدد المولات. ها? هتساوي اتنين وتمانية من عشرة على الرقم اللي هو عطهولي واحد وتمانيين. بالالة الحسبة هتساوي زيرو. زيرو تلاتة اربعة ستة. وممكن نقرب وممكن نسيبها ازا ما هي مش ايه? ما فيهاش مشكلة. خلاص? يبقى الوقت هنا دي عدد ايه? المولات. انا طلعت عدد المولات عندي. يبقى عدد المولات هنا الرقم ده مول. طيب انا ابدأ عوض بقى كده وبالراحة هتساوي سالب نركز بقى كده. دلتا اتش بالسالب. متين وستاشر. خلاص فيه الرقم اللي هو عطهولي. زيرو تلاتة اربعة ستة. هتساوي ايه في القوس? نبدأ نفك بقى كده. سالب في سالب بمجب. نضرب دفع دها. متين وستاشر في هذا الرقم. زيرو بوينت زيرو تلاتة اربعة ستة. هتساوي بالالة الحسبة نطلعها. هتطلع اللي باشارة موجبة. سبعة واربعة من عشرة. سبعة واربعة من عشرة. او سبعة واربعة سبعة بالالة الحسبة على طول تطلع. تلاتة ستة. نكتبها كلها لبعضها مش مشكلة. خلاص كيلو جول. يبقى دي اول مسألة وعرفنا الفكرة بتاعتها. يبقى فكرتها ايه? اننا عند القانون الاصلي. لان لازم نعرف ايه القوانين. وهنعمل حسة برضو ايه بسيطة كده في القوانين اللي عندنا في الكيمياء سواء كيمياء عادية. خلاص او كيمياء ايه نووي. المسألة التانية. في المعادلة? المعادلة عاطيني معادلة عندي. بتوضح. احتراق الميسان. احتراق الميسان. لما احترك او حصل له اكسادة هتحول الى ايه? خلاص? احسب قيمة دلتا اتش. علما بقى ان حرارة التكوين القياسية للميسان والميسانول اللي هو الكحول الميسيلي. ده انا اخدها في العدوية العدوية ان شاء الله في تلتة سنوية. خلاص? الارقام دي بالترتيب. خلاص? يعني عاطيني بالنسبة للميسان اللي هو سالب خمسة وسبعين. والميسانول سالب متين ايه? تسعة وتلاتين. مسألة زي دية نبدأ نكتب القانون برضو. طب نعرف القانون من اين? هو بيقول لي احسب قيمة دلتا اتش. يعني التغير في المحتوى الحراري. علما بقى ان حرارة التكوين القياسية عطها للميسانول ايه? والميسانول. يبقى نبدأ القانون اللي هنحل بالمسألة. دلتا اتش بتساوي دلتا اتش بالنسبة للميسانول. ناقص دلتا اتش بالنسبة للميسان نفتح قص ده. خلاص زائد دلتا اتش نص عندي طبعا نص دلتا اتش بالنسبة للمين? للاكسوجين. سواء كده ولا كده بالنسبة للاكسوجين دي زيرو. لان معروف المحتوى الحراري للعناصر بتساوي ايه صفر? يبقى احنا هنا الحوار ما بين الميسانول والايه والميسان. نبدأ نعوض بقى كده دلتا اتش هتساوي سالب متين تسعة وتلاتين. السالب اللي برا دي اسيبها زي ما هي. والميسان سالب خمسة وسبعين زائد زيرو. زائد زيرو. اتفقنا المحتوى الحراري للعناصر ايه? بتساوي صفر. خلاص يبقى تساوي. سالب اتنين تلاتة تسعة. سالب في سالب بموجب خمسة وسبعين. نركز في الاشارات. الاشارات مهمة. خلاص. يبقى سالب عندي مية اربعة وستين كيلو جول. بالنسبة للايه? لكل مول. مسألة مهمة جدا وفكرتها بسيطة وكويسة. خلاص ونركز عليها لانها مهمة في الامتحانات. نيجي المسألة رقم تلاتة. نمشي بالترتيب كده. رقم تلاتة. رقم تلاتة بتقول لي احسن مقدار الطاقة الناتجة من تحول نص جرام بوحدة الجول. طبعا هنا قانون او القاعدة بتاع انشتاين قال لي ان الاي ام سي تربية. هو ده قانون اه. حاصل ضرب الكتلة. حاصل ضرب الكتلة. بس هو بالدهل بالجرام لازم تكون بالكيلو جرام. خلاص. يبقى الوقت هنا القانون بتاع انشتاين اي ام سي تربية. مربع سرعة الضوء. هنا ام يعني كتلة اللي اعطها لي بس بالكيلو جرام. كيلو جرام. ناخد بالنا من الكلام. يبقى بالكيلو جرام. خلاص. ودية الايه الانرجي. يبقى انا عندي ايه بتساوي ام سي تربية. يبقى انا لازم اجيب الايه بالكتلة الاول. خلاص. يبقى الكتلة بالكيلو جرام وعملها له كده. عشان يعرف اني فاهم. نص على الف. نص على الف. مع نص جرام. على الف. خلاص. طبعا بقى الا حسبة او من غير الا حسبة. نضرب منها في عشرة. وفي المقام في عشرة يعني عشرة تلاف. ايه يعني عشرة تلاف? يعني عشرة سالب اربعة. خلاص. المفروض نبقى شاطرين في الرياضة. يبقى خمسة في عشرة سالب اربعة. كيلو جرام. لازم واحدة القياس الاخر. كيلو ايه? جرام. خلاص. واضحة جدا وبينها هي. نبدأ نطبق بقى القانون كده. الانرجي. بيساوي. لانه بيقول لي مقدار الطاقة. يبقى الطاقة. مقدار الطاقة. هتساوي الام سي تربية. الام طلعت كام? خمسة في عشرة. قس سالب اربعة. خلاص دي القتلة. مربع سرعة الضوء. تلاتة في عشرة. قس تمانية كل تربية. بالقالة الحسبة بتطلع على طول عشان الوقت. اربعة ونص في عشرة قس تلاتاشر جول. ونجربها عندنا بالقالة الحسبة عشان ندرب ايه? نفسا. نيجي ليه المسألة رقم اربعة. طبعا دي كيمياء نووية او تفعالات نووية. مسألة جميلة جدا بالنسبة ليه? حساب عدد النيوترونات وعدد الالكترونات وجابها لف صورة معادلة. يعني اعطيني زرة عنصر هاي? ال اكس. عايز العدد زر بتاعها والعدد الكتل. بمعلومية معادلة كاملة. يبقى اعطيني المعادلة عندي اهو. نصرف في حاجة زي دي ازاي? انا مش هنقل بقى مع معادلة تانية مكتوبة في المسألة هاي? نبدأ طريقة الحل كالقاتي. بنمسك العدد الكتلي في المتفاعلات والعدد الكتل في الايه? في النواتج. ومنها بنطلع العدد الكتلي. اللي هو بنرمز له بايه? يعني نبدأ حل المسألة من اليسر كده. متين خمسة وتلاتين زائد واحد بتاع النيوترون بيساوي العدد الكتلي ايه? زائد سبعة وتسعين زائد اتنين في واحد. ما نبصش على الواحد بس. لا في اتنين قدام. يبقى اتنين في واحد. اتنين في واحد بكام? باتنين. طب نجمع كده. سبعة وتسعين واتنين يبقى تسعة وتسعين. هنا ميتين ستة وتلاتين. طيب اكيدا نعدي التسعة وتسعين بقشارة مخلفة. ومنها نجيب ايه? الايه? ازا الايه بالقالة الحسبة برضو مية سعبعة وتلاتين. يبقى انا جبت الايه ممكن اكتبها بقى في المعادلة في الاخر ان الاكس عندي ايه? اللي عدد الكتل بتاعها مية سبعة وتلاتين. دي الجزء ايه اللي اقول ايه? يبقى انا جبت الوقت جبت العدد ايه? الكتل. لسه ما جبتش عدد النيوترونات. طيب. نجيب العدد الزري. هيفيتني العدد الزري? اه. عشان اعرف اطرح. العدد الزري من العدد الكتلي اجيب عدد ايه? النيوترونات. وبالمناسبة لما اجيب عدد الزري وعدد الالكترونات. يعني نشوف بقى كده العدد الزري برضو اللي عملناه فوق هنقول اتنين وتسعين زائد زيرو. هيساوي. هنا زد اللي هو العدد الزري زائد اربعين زائد اتنين في زيرو بزيرو. خلاص يبقى ده زيرو. وهنا زيرو. يبقى عندي زيد هنا بالقالة الحسبة اتنين وخمسين. اتنين وخمسين تفيدني بايه? ان دي العدد الزري. طب وبعدين هتفيدني بحاجة اه ان هي عدد الالكترونات. حاجة تانية بتفيدني اه عدد البروتونات. يبقى عدد البروتونات بيساوي عدد الالكترونات. ازا اتنين وخمسين. اتنين وخمسين. اتنين وخمسين اللي طالع عندي دي. هي عدد البروتونات او عدد الاولكترونات. ده باستفيد منها باي بقى? ان عدد النيوترونات عايز اجيبها. يبقى عدد النيوترونات هتساوي العدد الكتلي ناقص العدد الايه? الزر. خلاص? مش هنقطر عليكم برضو ان شاء الله. مسألة جميلة وفكرة حلوة بس نفهمها. يبقى تساوي مية سبعة وتلاتين ناقص اتنين وخمسين. يبقى تساوي خمسة وتمانين. اللي لهم طلعوا ده اسمه ايه? عدد النيوترونات. عدد النيوترونات. يبقى وطلب من عدد النيوترونات خمسة وتمانين. طلب من عدد الالكترونات طلعت كام? اتنين وخمسين. يبقى انا هنا الوقتي طلعت عدد البروتون وعدد الالكترون اتنين وخمسين. عدد النيوترونات بطرح العدد الكتلي من عدد الزري. يبقى طرحنا مية سبعة وتلاتين من اتنين وخمسين طلعت كام خمسة وتمانين مسألة جميلة ومحترمة نيجي اخر مسألة النهاردة في الحلقة بتاع النهاردة اثبت بالحسابات الرياضية ان النيوترونات متعدلة الشحنة بحساب الكوارك الكوارك دي طبعا بنحسبها كلقاتي انا عندي النيوترون بيساوي في كوارك علوي واتنين سفلي اتنين كوارك سفلي احنا عارفين الكوارك العلوي بتلتين يبقى الكوارك العلوي كام بتلتين طيب زائد زائد ها في سالب تلت كوارك السفلي بتلت ها والسالب تلت كمان يبقى سالب تلت وسالب تلت يعني تلتين. طيب تلتين بالموجب ناقص تلتين باشارة سالبة. ازا زيرو. ازا الشحنة بتاعتها ايه? زيرو. وحسبناها بالحسابات الايه? الرياضية. دي كان اخر جزئية النهاردة. في الحلقة بتاع النهاردة. ودي بنعتبرها حلقة سريعة جدا وفاق افكار حلوة. ومسائل بوكلت بالمناسبة. اسئلة حلوة وكويس. ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى راجب خبير العلوم. وتعرفوا زمائلكم عشان يوصل لكم كل جديد. والى اللقاء في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.